أنهت البورصة المصرية تعاملات جلست اليوم على تراجع ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 720 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 5.6 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة فاصل 48 بالمئة ليغلق عند مستوى 11120 نقطة كما هبط مؤشر شركة صغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.58 بالمئة وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.30 بالمئة غلب الصعود على برصات الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في إطار رد فعل الأسواق العالمية بفرض المزيد من العقوبات على روسيا مع ارتفاع سعر النفط متجاوزا 100 دولار للبرميل في السعودية صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.9 من مئة في المئة في حين تراجع مؤشر سوق ابو ظبي بالامارات بنسبة 18 من مئة في المئة وفي برصة البحرين صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 18 من مئة في المئة اتخذ البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد في ظل العقوبات الغربية الشديدة عليها ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائد الرئيسي إلى 20% من 9.5% لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الرابل وارتفاع التضخم يأتي ذلك فيما هوى الرابل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا وشمل ذلك عقوبات على احتياطات البلاد من النقد الأجنبية قالت شركة الغاز الروسي المملكة للدولة جاسبروم إنها تشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرينيا تماشيا مع طلبات العملاء وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية جاسكاد أن خط أنبيب روسي آخر وهو خط يمال أوروبا الذي يمر عبر بلا روسيا وبولندا عاودت ضخ واستمر في نقل الغاز شرقا إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة ارتفعت أسعار النفط أكثر من سبعة دولارات في ظل تزايد قلق الأسواق حيال حدوث أزمة طاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو في أعقاب العملية العسكرية في أوكرينيا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى تسعة وتسعين فاصل عشر دولر للبرميل كما صعدت العقود الآجلة لخام برانت إلى مائة وخمسة فاصل سبعة من مائة في المائة دولر للبرميل وفي أسواق المعادن نفيسة قفز سعر البلاديوم بنحو 6% بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعادن المستخدم في صناعة السيارات مع فرض الغرب لعقوبات جديدة على روسيا كما ارتفع سعر الزهب بأكثر من 1% بعد أن وضع رئيس روسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب سجلت أوقية الزهب 19 ألف دولار حيث صعد سعر الفضة إلى 24.34 دولار للأوقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر